اشتركوا في القناة شهر رجب هو شهر كريم ومعه تحل نسائم شهر رمضان الكريم واقترابه وله اهمية عند المسلمين كبيرة وله روحانياته وما افضل من دعاء شهر رجب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اصعد الله اوقاتكم بكل الخير والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين ما شاء الله والحمد بالله ولا حول ولا قوة الا بالله وقبل ان نبدأ اتمنى منكم جميعا ان تعثروا تعليقاتكم في الصلاة والسلام على اشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وان تكرمونا بتعليق ولايكم شارك الفيديو ليس امرا كرما منكم فان شهر رجب من الاشهر الحرم وفيه تستحب الطاعات والدعاء الى الله سبحانه وتعالى وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال وقت دخول شهر رجب اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم سلمنا الى رمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا يا ارحم الراحمين اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين قال الامام الشافعي رضي الله عنه بلغنا انه كان يقال ان الدعاء يستجاب في خمس ليال في ليلة الجمعة وليلة الاضحى وليلة الفطر واول ليلة من رجب وليلة النصف من شعبان فهيا بنا جميعا نقرأ دعاء اول ليلة من شهر رجب المستجاب لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين اللهم اني اسألك بان لك الحمد لا اله الا انت المنان بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم اللهم انك عفو كريم تحب العفو فعف عني اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من توليت وبارك لي فيما اعطيت وقني الشر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغني بفضلك عن سواك اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا اللهم لك الحمد انت نور السماوات والارض ولك الحمد انت قيم السماوات والارض ولك الحمد انت رب السماوات والارض ومن فيهن انت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاءك الحق والجنة حق والنار حق والنبيون حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت إلهي لا إله إلا أنت اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير رحمان الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطيهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر اللهم أهله علينا بالأمن والسلام وأعنا فيه على كل عمل يرفع منزلتنا في الآخرة وآتنا فيه من خير الدنيا ما يعيننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم بحق شهرك الحرام اقضي حوائج المحتاجين وتقبل منا التوبة فيه وأعنا على ذكرك وصومه وكل ما يرضيك عنا وفيه صلاح أحوالنا اللهم ارزقنا فيه رجب بعمل يرضيك عنا ولا تدع فيه من ذنوبنا شيء إلا غفرته واحفظنا من كل سوء كما حفظت نبيك ورسالته يا ملك الملوك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيذ فاجعل لنا في بداية شهرك الحرام من كل هم فرجا ومن كل هم مخرجا أنت القادر على كل شيء اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد روي عن النبي صلى الله عليه وآله كان إذا رأى هلال رجب قال اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا شهر رمضان وأعنا على الصيام والقيام وحفظ اللسان وغض البصر ولا تجعل حظنا منه الجوع والعطش وفي النهاية أشكركم أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة ولا تنسوا مشاركة الفيديو وتفعيل زر الجرس ودعمونا بلايك وتعليق مميز تحت الفيديو وبكم نكبر وإلى لقاء بفيديو آخر جديد مع تحيات أختكم مريانا اشتركوا في القناة